اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الماني الاتحادية الصديقة وهمية مواصلة تعزيزها على مختلف الاصعدة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وينعكس على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الكضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد كليمنس أوغستينوس هاتش سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى المملكة حيث سلم سموه دعوة لحضور مؤتمر ميونخ للأمن مشيرا سموه إلى أهمية المؤتمرات الدولية التي تسهم في ترسيخ السلام والنهج السلمي والحضاري لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء لشعوب العالم كافة وأشر سموه إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية من مستويات متقدمة وأهمية مواصلة تعزيزها والدفع بها نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأسبل تعزيزها ومناقشة مختلف المستجدات على الصاحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة السفير الألماني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي الأهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الصديقين والدفع بها نحو آفاق أرحب متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر